ولمناقشة ملف الحرب الاسرائيلية على غزة ينضم الينا من رامالة عبر اسكايب قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش دكتور محمود مرحبا بك معنا في هذه النشرة بداية يعني الى متى يستمر هذا القتل الممنهج من جانب القوات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ويذهب ضحيته الاطفال والنساء بعد اعطاضه اقصر من الغرب وامريكا يعني متى تتحرك الضمائر؟ هذا السؤال يجب ان يوجه بشكل واضح ومباشر الى المجتمع الدولي الى مجلس الامن الى المنظمات الدولية وكذلك الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي نحن اليوم يمضي علينا شهران منذ بدء هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ولم يتغير شيء بل على العكس تزداد الامور سواء ويزداد العدوان ضراوة وشراسة وتصعيد ويبدو ان او لا اقول يبدو هذه الحقيقة ان الاحتلال الاسرائيلي اخذ كل الضوء الاخضر الكامل من الادارة الامريكية للمضي قدما في هذا العدوان ونحن مع الاسف الشديد لا نزال نتحدث مع الادارة الامريكية ومع المجتمع الدولي بلغة المبادئ والقيام والاخلاق والقانون الدولي كل هذا لا يقدم ولا يؤخر بخصوص وقف العدوان ما هو مطلوب هو ان نتحدث مع هذه الادارة الامريكية على وجه التحديد التي تملك الامر والنهي بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي بلغة مختلفة بلغة اخرى هذه اللغة قائمة على المصالح قائمة على مصالح الولايات المتحدة الامريكية لدى المجموعة العربية والاسلامية حينها عندما تشعر الولايات المتحدة بان الامور تغيرت وان المصالح يمكن ان تتضرر حينها يمكن ان نشهد تحولا في موقفها بما يدفعها بالضغط على اسرائيل او لاعطاء تعليمات لاسرائيل لوقف العدوان يعني اهل ذكر الضغوط ورغم الضغوط التي تمارس على نتنياهو من قبل الاسرائيليين خاصة عوائل الاسراء والمغطوفين لايقاف الحرب والعودة الى الهدنة وتبادل الاسراء لكن نتنياهو يبدو انه مصمم على الذهاب للنهاية يعني رغم ادراكي انه انتهى سياسيا والسجن بانتظار يعني ما المتوقع من تحركات وتصعيد للمواقف من جانب الاسرائيليين بصورة خاصة نتنياهو معروف ومعروف مواقفه نتنياهو كل برنامجه السياسي قائم على رفض وانكار حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الدولة هو لا يؤمن بتسوية سياسية قائمة على حل الدولتين كان من اشد المعارضين لاتفاق وسلو ولا يزال وكان من اشد الرافضين لقيام دولة فلسطينية وبنى كل برنامج السياسي منذ عام 2009 منذ ان عاد الى سدة الحكم عام 2009 كل برنامج السياسي قام على ادامة الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وانكار حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة وفي التخلص من الاحتلال كل برنامج نتنياهو قائم على ادامة الاحتلال اليوم هو بين نار نار برنامجه السياسي اللي قائم على مواصلة الاحتلال ورفض قيام الدولة الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية ونار اخرى انه اذا اوقف الحرب هكذا يظن اذا اوقف الحرب واوقف العدوان في هذه المرحلة فهو لا محالة ذاهب الى المحاكمة وسيكون مصير السجن ومستقبل السياسي انتهى هو يراهن على هاتين القضيتين على اقناع الشارع الاسرائيلي ببرنامجه السياسي القائم على رفض الدولة الفلسطينية ومواصلة الحرب لعله ان يحقق ما يتوهم انه صورة انتصار يقدمه للمواطن الاسرائيلي او المتلقي الاسرائيلي او للرأي العام الاسرائيلي فيمكن ان يغير من حضوظه في البقاء في الحلبة السياسية والنجاة ان المصير المحتوم الذي ينتظره هذه هي المعادلة القضية في الداخل الاسرائيلي ليس من يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانما من يحقق المصالح التي يرجوها المجتمع الاسرائيلي ومصالحه مرتبطة بدوام الاحتلال مع الاسر الشديد طيب ماذا يؤشر تأكيد الجيش الاسرائيلي انه يقاتل حركة حماس في الشوارع والمباني في اعنف المعارك خلال الحرب منذ شهرين اولا الجيش الاسرائيلي او الاحتلال الاسرائيلي لا يستهدف بالضرورة حركة حماس فقط هو يستهدف حماس كجزء من الشعب الفلسطيني لكن الاستهداف الحقيقي والهدف الحقيقي هو الشعب الفلسطيني كله كل الشعب الفلسطيني هو هدف لهذا العدوان الاسرائيلي المطلوب اجتثاث الوجود الفلسطيني في داخل فلسطين الاستمرار في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية منع قيام الدولة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ولذلك الحرب كل يوم تزداد ضراوة كل يوم تزداد شدة وكل يوم تتضح الاهداف الاسرائيلية اكثر من وراء هذه الحرب اليوم يلقون منشورات على مناطق في قطاع غزة تدعو الناس اكثر فاكثر للهجرة للخروج للرحيل للنزوح من اماكنهم في شمال القطاع وفي شرق القطاع باتجاه نقطة اكثر قربا الى معبر رفح على الحدود مع مصر لتتضح الصورة بان الهدف هو دفع الفلسطينيين جميعا وليس فقط حركة حماس كما يكذب نتنياهو ويدعي بشكل مستمر الهدف هو ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من داخل فلسطيني طيب ايضا يعني الجيش الاسرائيلي اعلن انه يحتاج شهرا من العمليات البرية لاتاحة الفرصة لعملية التبادل الجديدة يعني هل نحن يعني امام شهر اخر من القتال والقتل يعني نحن اولويتنا لو لو تمكننا من وقف الحرب الان فهذه اولوية بالنسبة الينا والرئيس محمود عباس قال هذا في اكثر من مناسبة وفي اكثر من موقف ولأكثر من زعيم دولي وعرب هدفنا واولويتنا وقف العدوان هذه الحرب اخي الكريم نحن لم نكن ننتظرها لم نكن نريدها ولم نبحث عنها ولم يبحث عن الشعب الفلسطيني ولكن لا نريد الان ان نخوض اكثر في مسببات و مقدمات الحرب ولا نريد ان ندخل في حسابات اولا نوقف العدوان بأي ثمن بأي ثمن ولا يهمنا لا يهمنا كثيرا ما الذي يمكن ان تكون عليه الاثمان لانه الهدف الاساس الذي نسعى اليه هو انقاذ الشعب الفلسطيني هو حماة الشعب الفلسطيني لا نريد ان يستمر هذا القتل وهذا العدوان وهذه الضحايا التي تسقط بلا مقابل بلا ثمن بلا اي نتيجة نريد ان ننقذ شعبنا باي طريقة من الطرق حتى لو اضطررنا الى ان نأخذ قرارات صعبة بحق انفسنا فنحن جاهزون ولكن مصلحة الشعب الفلسطيني مقدمة على كل مصلحة فهل هذا يا دكتور هباش يتماهى الذي قلته بامكانكم ان تتخذوا قرارات صعبة هل هذا يتماهى مع ما اعلنته الادارة الامريكية وبدأت تروج للخطط الخاصة بغزة في مرحلة ما بعد الحرب يعني اليوم موقع اكسيوس الامريكية يكشف عن ابداع اسرائيل استعدادا اكبر لمناقشة هذه الخطط يعني مدى وجهت هذا الطرح اولا اولا ليتوقف العدوان ثم لكل حادث حديث قالوا لنا كثيرا وسمعنا كلاما كثيرا عن اليوم التالي دائما كنا نقول لهم ولازم نقول لا تحدثونا عن اليوم التالي قبل ان ننتهي من اليوم الحالي اليوم الحالي اوقف العدوان ثم نحن جاهزون لمناقشة اية افكار اية افكار من شأنها ان تحمي الشعب الفلسطيني وان تحقق له اماله وطموحاته الوطنية المتمثلة في الخلاص من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس اي سيناريو يمكن ان يوصلنا الى هذه النتيجة نحن جاهزون للتعامل معه لمناقشته لبحثه مع اي طرف كان من اجل الوصول الى هذا الهدف حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق اماله الوطنية بالخلاص من الاحتلال واقامة الدولة نحن لا نريد لهذا العدوان ان يستمر ونقولها بكل صراحة الميزان العسكري يميل لصالح الاحتلال الاسرائيلي نحن امام جيش هو الاقوى في المنطقة لا نريد ان نخدع انفسنا ولا نريد ان نكابر اكثر ولا نريد ان نخدع شعبنا ونقول بامكاننا ان نهزم اسرائيل عسكريا يمكننا ان نهزم اسرائيل سياسيا يمكننا ان نهزم اسرائيل قانونيا يمكننا ان نهزم اسرائيل ونهزم الاحتلال اسرائيلي بطرق شتى لكن بالميزان العسكري نحن الطرف العضع ولذلك يجب ان نلجأ او نذهب الى طرق وبدائل وخيارات اكثر امانا لشعبنا اكثر امانا طيب دكتور الهباش هل انتم مستعدون ايضا لمناقشة هذا السيناريو مع بعض العرب لان بعض العرب من بني جلدتنا بدأوا ايضا يروجون لمرحلة ما بعد غزة باختصار لو سمع اخي الكريم مستقبل غزة هو نفسه مستقبل الضفة الغربية لا يمكن ان يقبل فلسطيني ان يناقش مستقبل جزء من الدولة الفلسطينية بمعزن عن الاجزاء الاخرى ولذلك اولا اوقف العدوان ثم تعالوا نناقش كل شيء على قاعدة الشرعية الدولية على قاعدة الرؤية القائمة على الشرعية الدولية باقامة الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس كيف يمكن ان نصل الى ذلك كيف يمكن ان نوقف العدوان لا يهمنا الكيفية المهم ان نصل الى هذا الهدف وان نصل الى حماية شعبنا وتحقيق اماله الوطن نعم قاضي قضاء فلسطين ومستشار رئيس الفلسطيني دكتور محمود الهباش شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من رحم الله اشتركوا في القناة